قدم سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسنبورغ الكبرى أوراق اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة لدى دوقية لوكسنبورغ الكبرى والمقيم في بروكسل نعم وقد نقل سعادة السفير إلى فخامة الدوق الأكبر هانلي تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتمنياتهما لفخامة الدوق الأكبر بدوام الصحة والعافية مؤكدا أهمية دعم وتعزيز العلاقات الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين ودوقية لوكسنبورغ الكبرى ومواصلة العمل المشترك في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين بدوره رحم فخامة الدوق بسعادة السفير معربا عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة بين دوقية لوكسنبورغ ومملكة البحرين مؤكدا على أهمية تطوير التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في كافة المجالات متمنيا لسعادة السفير التوفيق في مهام منصبه الجديد بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين